اشتركوا في القناة وزير الدفاع أمس في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادية العالمية بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعا و36 دولة وخلال الجلسة تطرق سمو ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 ترليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة منها 3 ترليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة ووعدة وأوضح سمو ولي العهد أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج في الاقتصاد الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودية فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبية من دول الخليج وكافة دول العالم للدخول في استثمارات القطاعات الوعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة مقدران دور الشركاء الجدين والفاعلين في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة واستعرض سمو ولي العهد الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 20-30 لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية وتمكين المرأة في سوق العمل ورفع مستوى التنفسية في بيئة الأعمال وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربونة التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة وبين سمو الأمير محمد بن سلمان أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 20-30 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة وكدا سمو ولي العهد أن عام 2020 كان مليئا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث أن رحلة التحول التي أطلقت عاما قبل بضعة أعوام أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة في جوانب الاقتصادية والعمل الحكومية والنواحي الاجتماعية وخلقت فرصا استثمارية نوعية مبينا أنه انطلاقا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمية فأنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة حيث أن استهار المملكة يؤدي إلى تنمية المنطقة والعالم وشدد سمو الأمير محمد بن سلمان على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة مؤكدا على مواصلة ذلك الدورة لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن السعودة وسيصل عليها اليوم الخميس تغمده الله بواسع رحمته ومغفراته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن عليه راجعون أوضحت وزارة التعليم أمس آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 هجرية في التعليم العام والجامعي والتدريب التقنية وقالت في بيان لها أنه حرصا من القيادة الرشيدة حفظها الله على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وتأكيدا على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة فقد تقرر ما يليم واحد استقرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 هجرية اثنان يبدأوا اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا ثلاثة تكون دراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقرارات النظرية وحضوريا للمقرارات العملية والتدريبية حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية وأشرت الداخلية أن التحذير يشمل الدول التي لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها وأهبت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار واتباع الإجراءات الاحترازية كافة وجاء تحذير وزارة الداخلية حرصا على السلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا نهاية الموجز نشكر لكم طيبا متابعة وبإمكانكم متابعة أخبار قناة الصعودية عبر الحسابات الظاهرة على الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة